مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحوال التقسى المرتقبة لنهار الغد فالأجواء دايما ستبقى مشمسة تماما بالمدن الساحلية لكن بعد تلاشي ضباب خفيف سيميز صباحة الغد سوح للوسطى والغربية خلايا رعدية منعزلة ستتشكل على المرتفعات الداخلية لكن مرفوقة ببعض الأمطار فيما يخص المرتفعات الداخلية الغربية هذا النشاط رعدية سيمتد إلى شمال السحرة مناطق الجنوب الغربي للوطن لكن أكثر نشاطا ومرفوغ بأمطار احتمالا تكون معتبرة ورعدية لأقصى الجنوب الجزائري ومرتفعات الهجار والتاسي درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال هذه الليلة ولصباحة الغد إذن تتروح من 19 إلى 16 درجة بشمال الوطن 28 درجة بغردايا الواد بسكرة 33 درجة بأدرات 32 درجة بكيندوف إن صلح 30 درجة بإيزي 22 إلى 27 درجة بطمنا راستة واجهة التي تقارب إذن 30 درجة بأقصى الجنوب ظهيرة الغدبي حول الحرارة الغزوة ستشهل نوعا ما ارتفاع مقارنة بنهار اليوم 39 درجة بغنزانش 38 درجة بإيزي 35 درجة بجزائر العاصمة باتن الجيسة 32 درجة بأينا بسككة البيض وهران مستغانم 34 درجة بجمسة 40 درجة بشمال السحرة 40 درجة بتندوف 47 درجة بأدرار 40 درجة بإنصالح لتقارب 43 درجة كلما تجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائي حالة البحلي نهار الغد سيكون هادئ هذا على السواحل الشرقية سرعة رياح ضعيفة لنت تعدى لـ 20 كم في الساعة قليل الإطراب على السواحل الوسطى والغربية لكن سرعة رياح لتقارب 40 كم في الساعة على السواحل الوسطى و30 كم على السواحل الغربية هذا بالنسبة لنهار الغد بالنسبة للأيام القليلة القادمة لاستهلوها بيوم الجمعة أجواء مشمسة تماما على المدن الساحلية لكن خلايا رعدية ستنشط على المرتفعات الداخلية مرفوقة بأمطار رعدية على المرتفعات الداخلية الشرقية هذا النشاط رعدية سيمتد إلى شمال السحراء منطقة الوحاد بالسحراء الوسطى لكن مرفوقة بأمطار احتمالا تكون رعدية ومعتبرة بأقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة القصوى لتتعدى 34 بالسواحل 38 درجة بالمدن الداخلية 40 درجة بشمال السحراء وسط 40 درجة بأقصى الجنوب يوم السبت بيحول له بريح قويا نسبيا على السواحل الوسطى والغربية الخلايا رعدية أقول دائما تبقى في الموعد فيما يخص المرتفعات الداخلية مرفوقة بأمطار رعدية على المرتفعات الداخلية الشرقية هذا النشاط رعدية سيمتد إلى شمال السحراء منطقة الوحاد بالسحراء الوسطى دائما يبقى أكثر نشاطا وفعالية فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة القصوى عموما تبقى في استقرار بالشمال وبالجنوب بداية الأسبوع القادم بحول له يوم الأحد فالأجوال مشمسة تبقى في الموعد بالنسبة للمدن السحلية لكن سحب كثيفة ستنتشر على المرتفعات الداخلية الغربية مرفوقة برعود وحتى بالنسبة له بريح قويا نسبيا على هذه المناطق مع خلايا رعدية منعزلة ستنشط على المرتفعات الداخلية الوسطى مرفوقة بأمطار فيما يخص المرتفعات الداخلية الشرقية هذا نشاط رعدية سيمتد إلى شمال السحراء منطقة الواحد بالسحراء الوسطى دائما أمطار احتمالا تكون محتبرة ورعدية فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة القصوى تترحبا بـ 28 إلى 41 درجة بالمدن الشمالية 42 بشمال السحراء ترتفع كلما تجهن نحو أقصى الجنوب الجزائري لتقارب 46 درجة مئوية الختام سيكون بالمعلومات الفلكية شروق الشمس خاصة الجزائر العاصمة وضوحيها نهار الغد سيكون في حدود الساعة ساديسة صباحا و13 دقيقة عنوين مصلحة ترصاد للجوية تبقى دائما في الخدمة أشكركم على المتابعة في أماني الله